طيب انا عسألك بقى في موضوع الضغط ده انا بقى دايما على منتخب مصر وده او ده عيب كان واضح لمنتخب مصر لو كان فيه عيوب لمنتخب مصر في كاسرون افريقيا فكرة الخروج بالكرة بالشكل السليم للتحول الهجومي والسنغال بتاعف تضغط كويس عندهم سلسة وسط قوي جدا كمان بيعرف يضغطوا بيوم مع الجنحات كمان سادي يومين من العيبة اللي بتاعف تاعف من الضغط ده سواء مع ليبا او بالزبط كده بتين نفسها دي جملة مهمة جدا كيفية الخروج بقى بالكرة ان اخرج بالكرة مع كل العيوب او يعني بعض العيوب اللي انت قلتها عن المتخب سيدي انت وهوبا اخرج ازاي بالكرة عشان نروح للنحية الهجومية عشان احنا في المباراة دي زي ما انت وقلت محتاجين هدف واثنين وعشان كده ممتش ده بتاع واحد من عمر الصلاي ومحمد النيني ده اللي يخرج لك الكرة ده اللي يعرف عشان كده انا تخيلي ان دايما واحد من عمر صلاي ومحمد النيني يبقى متأخر عن ان يخش في مواجهة مباشرة مع التلاتة الفطاح اللي بقى بتوع نص الملعب لان هما ممكن يكون مش هيدوك هجوميا لكن هما ده فعين هبوظو لك اي حاجة انت عايز تعملها لان هما لعيب عندهم وركرية عالي جدا لعيب عطارة تستخلص منك الكرة فبالتالي اخر نفسك شوية ممكن تلعب عطويلة سواء بقى الصلاح سواء التريزيجياء او مرموش سواء انك تبني على مصطفى محمد لكنك تبني على الارض في ظل وجود الفطاح اللي دي سواء التلاتة الاتنين الوينجرز والمهاجم وراهم التلاتة بتوع نص ملعب لا انت مش شعر تبني على الارض التولي برضو التولي معاك كلبالي ومعاك ديالو برضو كان بيصطادوا الكرة اه طبعا مصطفى لو تفتكر في الفانية بتاع عفلك حاول تبني على صلاح ناحية التانية لكن انك تستنى انك تطلع بكرة على الارض لا يبقى شيء صعب او يا بشان صعب او ممكن يحصل غلطة وحل بالك ده ممتش فيه ضغط كبير جدا ولعبتنا خلينا برضو لازم نبص على عيوبنا لأو لعبتنا مش كل اللاعب اللاعبت لتهم 65 ألف متفارج قبل كده صح مش كل الناس عدت بالموقف ده انا ممكن اعدلك 3 ا 4 لعيبة اللي لعبه مباراة زي مباراة الكونغو في التأهل في 2018 لعبه تحت الضغط الجامعيلي ده وكونغو مش السنغال صح فبالتالي هي حاجة يعني لازم برضو نبقى رؤوفين باللعيبة في النقطة دي تبني كرة على الارض لا مش لعبتك ومش المساكين في اللاعب يأمل لك لان انت غيب عليك عحمد حجازي اللي هو احسن مساكة عندك بالكرة صح فبالتالي عندك مشكلة كبيرة تعتمد طبعا على فتوح تعتمد على البكريت اللي هي لعب بقى سواء كان عمر كمال او عمر جابر وانا يعني غالبا يابقى عمر كمال يعني انهم يطلع لك بالكرة ولكن الحل انك تعتمد فعلا على عمر صلاقي او محمد النينية في ادوار متأخرة شوية ممناسبة عمر كمال او عمر جابر تفضل عمر كمال او عمر جابر اه عمر كمال ترايدان تاستد زي ما بيقولوا يعني اتشاف في المواجهة المباشرة مع ساد يومانيه وكان هايل يعني في المواجهة لا او مرحقش بقى ساد يومانيه كان امام عشور كان امام عشور اصلا كان في كاس الامم بس في كاس الامم كله احنا جربناه طبع لكن هو طول كاس الامم لأ شغال الرجل شغال عمر ممكن يكون المبرر الوحيب الاسبالي استداء عمر جابر هو كونه بيجيت في كذا مركز وانت لو بتجي تحط قيمة منتخب لازم تفكر في لعيب تقول لو وقع عندي حد تنصي مالعب مين لو وقع عندي حد وقع عندي في البكر رايت مين لو وقع عندي في باكلف تهي بقمين فعمر ممكن يكون مفيد في ناضي لكن عمر جابر في الحقيقة هو حتى مع بيرامدز مش في المستوى بتاع انه يبقى اساسي في مبرازية دي الحقيقة يعني مع كامل الاحترام لي لكن لا هو يعني برضو منتضار للنار قوي يعني فعمر كمار عبدالواحد اوقع يعني في الحتة بتاعة البكر